تنحزين يمكن طريقة اللعب بتاعت مستر فريير 4-3-3 زي ما كنا شايفينه هل الراجل لما هيجي وشوف الفرق هل الفرق 2-3-3 تستطيع انها تلعب 4-3-3 دلوقتي ولا الراجل هيستمر على نفس المنوان 4-2-3-1 والله قابت اللعبة قالت اللي في نادي الزمالك يلعبوا الطريقتين بس الاكفاء قابت في الطريق اللي هي 4-2-3-1 احنا عندنا لعبة في نادي الزمالك عندنا لعبة مهنرية كتير عندنا لعبة تقدر تعمل الطريقة دي بشكل كويس وانا بفضل الطريقة دي كتنطرق عشان بيبقى فيها توازن يعني حتة 4-2-3-1 دي بيبقى فيه توازن من الدفاع والهجوم بيبقى فيه كسافة في وسط الملعب بيبقى فيه الأطراب بتاعتنا لما يبقى متعاودين عليها كمان بالزبط كده كبير نادي الزمالك بيلعب بالطريقة دي أعطاكيته كبتن اللي هو هيلعب بالطريقة دي هي 4-2-3-1 مش هيلعب بالتلاته 4-3-2 زي ما كان بيلعب قبل كده لاه كان بيلعب بالطريقة دي قبل كده هو موجود بس حاليا دلوقتي الوضع اللي موجود في اللاعب يا كبتن طاري اللي موجودة حاليا يلعب بطريقة 4-2-3-1 وإعتقد دي هتبقى أحسن وقافية دي بالنسبة للسكواد الموجود دي أفضل بالنسبة لناد الزمالك طبعا دي أفضل طب حزيزي السؤال بطريقة تانية إسلام طبعا جدا وهي في غياب طريق حامد كويس يعني ممكن يكون في الجونة ممكن ما يكونش موجود تمام وفي الوداد ربنا سهل وموجود يا رب لكن لو غاب طريق حامد هل من الممكن أسامة نبيه أو فريرة يغيره طريقة اللعب تمام يلعب بأربعة تلات تلاتة مثلا تمام ولا هيستمر في غياب طريق حامد أربعة تلاتة واحد برضو ونشوف أوباما جنب إمام عشور نشوف مثلا إسلام جابر نشوف روئة وتفر بقى الأسماء لكن أنا بكلمك على هل من الممكن في غير طريق حامد سكواد الزمالك تقدر طريق أربعة تلاتة تلاتة بيه تمام حنتفق على حاجة كابتن وحتى لو في وجود طريق حامد تمام حنتفق إن كل فرقة كبيرة محترمة وطبعا نتزمك من الفرقة دي بيبقى المدير الفني من ديوان من أول يوم هو حدد الطريقة بتاعته أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة واحد أي مسمى أنت تقوله فهو بيحدد الطريقة دي خلاص هو بيلعب بيها وعارف الإمكانيات اللعيبة أنها تقدر تحقق له الطريقة دي حتة تغيير الطريقة بتغير المدرب أو بتغير المباراة مش موجودة دلوقتي بقيتش موجودة في العالم يعني أنا النهاردة بلاعب نادي إكس فهلعب أربعة تلاتة تلاتة بكرة هلعب نادي زد هلعب أربعة تنين تلاتة وقت زد يعني إكس وي زد مش زد بنادي زد أنت ممكن تغير طريقة اللعب حسب المنافس اللعبك؟ لا أنا بقول للحضرتك ده ما بقاش موجود دلوقتي مش موجود بس أنت كإسلام مقتنع بيها؟ لا أنت تثبت طريقتك أيا كان المنافس أنا كإسلام أنا بمسك الفرقة في بداية فترة الآداد والله بنلعب بالطريقة وليكن أربعة أو أنا بلعب فعلاً تلاتة أربعة تلاتة دراتك أياً كان الفرقة الأصادي أياً كان الفرقة الأصادي أو أياً كان المنافس أنا خلاص لأن حضرك أنت بتطبق الطريقة دي يا كابتن طاري وإنت عارف الجدول بتاع براتك مين أنت عارف هتقابل مين وبالتالي أنت مش هتفاجئ يعني أنت لما بتختار طريقة 3-4-3 أو 4-3-3 أو 4-2-3-1 أنت مش هتتفاجئ أنك هتلعب الزمالك أو هتلعب الآلي أو هتلعب الإسماعيلي أنت بالفعل قبل الدوري بتاعك عارف أنك هتلعب الأنديرية وبالتالي أنت اخترت الطريقة اللي تناسب تفكيرك اللي تناسب لعيتك اللي تناسب الإمكانيات أزاتوتا العموما يعني فلما نيجي نتكلم على فريرا أظن هو فأنت بتختار الطريقة حسب القدرات اللي عندك ولا بتختار اللعيبة وبعدين تحط عليهم طريقة الله على السؤال يا كابتن طارق ده السؤال عارف زي اللي بيرحي يختبر سواءة فحضرتك كده بتختبرني في التدريب لا 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 والله طبعا لا بالعجل زي لا بنستفيد لا ده أنا اللي استفاد من حضرتك لا والمشاهدين بيستفيدوا منك أنا من مدرسة يا كابتن أنا من مدرسة إيه إن فيه فرق بين تدريب المنتخبات وتدريب الأندير تدريب المنتخب أنت عندك القماشة كبيرة جدا 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 فممكن تتخيل الطريقة اللي انت عائزها وتحدد الطريقة قبل ما تمسك المنتخب ليه أنا رايق حمسك منتخب أي منتخب إكسي مثلا بقول أنا هادر ألعب أربعة أربعة ثلاثة بس أنا ما شفتش اللعيبة ليس ده منتخب عندك القماشة تبقى كبيرة جدا أربعة أربعة تلاتة دي جتيرة لا يا كابتن قناصد أي رقب أربعة ثلاثة تلاتة طالما همسك منتخب أنا عندي القماشة كبيرة جدا فبالتالي أنا مش علقان لكن الرفاهية دي مش موجودة في الاندية انت لازم اجباري تطوع الخطة او الطريقة بتاعتك للامكانيات اللي موجودة عندك حسب القدرات اللي موجودة طبعا انا نفسي امسك نادي الزمالك انا كاستان فاتحي والعب بواحد تسعة زي زمان ما كانت بلعبه مدافع وتسعة مجمين روح تلاقيت الامكانيات والقدرات اللي موجودة خلاص يبقى اجباري مش اختياري ان انا لازم اطوع الطريقة مع الامكانيات اللي موجودة لكن انا ممكن اعمل ايه يا كابتن لو هلعب اربعة تلاتة تلاتة والتلاتة اللي هم الديفندرات اللي موجودين دولتو عايزة ياجم الاحب اه بتبقى النسبة مثلا ايه اربعين مدافع وستين مهاجم يعني تلعب واحد ستة واثنين تمانية مثلا مثلا اه مثلا فهمنا كابتن فلازم تطوع فكرك على الامكانيات اللي موجودة لان بالضبط بالضبط زي ايه انا جبت لحضرتك قماشة متر في متر قلت لك عايز اعمل جلبية انا رجل فلاة احمل منه فيها واخد على لبس الجلالين فهتقولي ازاي ده هي القماشة اصلا متر في متر هعمل عليك جلبية ازاي قلت لك لا هو كده ما فيش حاجة اسمها هي وكده فانا مختار طريقة اربعة تلاتة تلاتة رحت على النادي اللي انا رايحه الامكانيات دي مش موجودة اغير ده شيء طب ده مش محتاجة حسين انت من انصار ايه بقى تعمل طريقة قبل اللعيبة او لا تعمل نعيبة على الطريقة اللعيبة يا كنتن طاري يعني توظف طريقة حسب قدرات اللعيبة حسب قدرات اللعيبة اللي موجودة عندي انا عارف عندي اثنين ديفندر كويسين اوي ممكن اعلعب عندي ديفندر جامد جدا ممكن اعلعب واحد في نص الملعب اثنين في نص الملعب عندي اثنين ديفندر ضعافة اعلعب ثلاثة في نص الملعب اعلعب اربعة اربعة اثنين حسب الاماشة اللي معايا موجودة اللعيبة اللي موجودة إمكانيات اللعيبة اللي موجودة عندي اللي بيها أعمل بيها طريقة اللي أنا ألعب بيها يعني أنا أحطي الطريقة أنا أعرفش كابتن إسلام أنا برضو معاه في الكلام أنا بعمل طريقتي على اللعيبة اللي موجودة معايا يعني أنا عندي فرقتي أنا بمرن الفرق أعرف إمكانيات اللعيبة اللي عندي عندي السيد بكات عندي الاتنين اللي عطار في الناس اللي في مص الملعب إمكانيات الناس دي أنا عارفها كابتن طاري فبالتالي بعمل طريقتي على الموجودين معايا في الفرنة أنا ده وجهة نظري يعني